قبل أن ندخل بالشوط الثاني أول مباراة لأمجد عطوان وهو قائداً لكتيبة أسود الرافدين كابتن الفريق اليوم شون شفت قيادتها للمباراة؟ والله يشوف يعني هي وجود لاعبين شباب بتشكيلة أن تتحمل مسؤوليتها هي أهم مسألة معقدة أن تتصور أن المسألة سهلة ومباراة افتتاحية بطولة وجيل جديد يعتبر للكرة العراقية نعم مسؤولية كبيرة لكن أمجد باتهم لك الخبرة الكافية للتعامل مع هذا أنا جداً جداً معجن بطريقته بقيادته حتى عندما نزل المدرب إلى الملعب في هذه اللقطة شون شفت إداري؟ هو اللي تصرف بشكل بحكمه وبشكل هادئ وهتحسب إلى أمجد أكو مواصفات خاصة كابتن لكابتن المنتخب؟ يعني لازم أكو مواصفات يمتلك هاللاعب؟ قيادة الروح القيادة بعض اللاعبين يبرج هو صغير عنده روح قيادة أكو لاعب يوصل إلى نهاية عمر الرياضي وما عنده روح قيادة القيادة بالفطرة يعني ما بالفطرة لكن مع من رقد تتغذى بالثقافة الكروية بالتعامل برؤية الأحداث كيفية التصرف داخل الملعب كلاعب مثل أمجد عطوان يعني أمجد عطوان إذا راجع مسيرة الكروية مع المنتخب أنا أعتقدها مسيرة متميزة لأنه دائماً هو يقدم الأفضل إن كان في نادي الشرطة وإن كان في المنتخب الوطني هذه نتيجة الأداء الجيد المستمر استمرارية نعم تمنح فرصة القيادة طيب تواجد قد يحتاج إلى خبرة التعامل مع أحداث المباراة لأنه قائد الفريق هو مدرب في الملعب طبعاً يعني يجب أن يقرأ أفكار المدرب ويتفق على بعض القضايا من الناحية الثقافية للعب حتى يقدر يقود في أوقات الصعبة في الأوقات التي تحتاج إلى شخص يكون حكيم داخل الملعب ويؤدي واجباته بطريقة التعامل